تعالوا بقى نبدأ الحكاية وصلوا بينا على النبي وكل من له نبي يصلي علينا النهاردة 6 اكتوبر زي النهاردة من 48 سنة كان لحظة العبور وكان بداية النصر قبل 6 اكتوبر مباشرة جانت الدنيا ضبابية وانا باستخدم كلمة ضبابية نفس المصطلح اللي استخدمه الزعيم الراحل العبقري دهية الحرب والسلام وبطن الحرب والسلام واذكى السياسيين في عصره وكان فكره سابق عصره استخدم المصطلح ده في سنة 72 لما شعب المصري كله كان بيقوله هنحارب ومستني ايه عشان نحارب تقول لهم الضباب السلاة قال لهم الضباب قال لهم فين الضباب قال لهم موجود بس انتم مش شايفين والحقيقة الضباب كان المقصود بيه الضباب السياسي والضباب العسكري والضباب الاستخباراتي علشان العدو هو اللي يبقى عايش في ضباب وما يبقاش عارف انت هتحارب ولا لا وخطة الخداع الاستراتيجي اللي عملها الرئيس السلاة على المصريين قبل الاسرائيليين كانت في منتهى منتهى العبقرية والذكاء والدقة والحكمة لدرجة ان الشعب المصري كانت 72 فيه فئات وشريح كتير منه يقسط يقسط قال لك الرجل ده مش بتحارب الرئيس اللي عندنا ده مش ناوي يحارب مش ناوي يرجع الارض مش ناوي يشيل عارل هزيمة بتاعت 67 مش ناوي مش ناوي مش ناوي لدرجة انه كان بما فيه مظاهرات في الشوارع ومن طلاب الجامعة ساعتها انه عايزيني حارب وعايزيني حارب والقيادة السياسية مش عايزة والرئيس في السنات مبسوط وعلى قلبه زي العسل الكلام ده وكمان كان بيقول للقيادات الحكومية زكوا الفكرة دي يعني شجعوا الفكرة بتاعت ان احنا مش جاهزين للحرب دلوقتي عشان المصريين لو اقتنعوا بيها يبقى الاسرائيليين كمان هيقتنعوا بيها لان الاسرائيليين ساعتها كان عندهم بقى جواسيس وكان عندهم مصادر وكان عندهم سفارات اجنبية بتنقل لهم الكلام وكان عندهم كل حاجة فلازم كنا احنا نسدق عشان هم ما يسدقوا وده اللي حصل واسرائيل كانت مصدقة ان مصر ما عندهاش نية تحارب دلوقتي على الال والتحركات كمان الذكية اللي عملها الرئيس فيه الخداع الاستراتيجي على الجابها انه يحرك القوات كلها للجابها وترجع وبعد كام شهر يوديها تاني وترجع خلت اسرائيل تعتقد انه الرجل ده بيهزر وانه ده بالشكل حد بيستعد للحرب ابدا بالاضافة انه كلفهم من الملايين سعيتها ملايين الدولارات دي انقام خرافية في السبعينات عشان كل مرة يستنعوا الاحتياط ويجهزوا وبعدين يرجعوا تاني لدرجة انه في اكتوبر تلاتة وسبعين قبل يوم ستة اكتوبر يعني في الايام الاولى لأكتوبر تلاتة وسبعين كان الموضوع جوه اسرائيل مقسوم نصين كان المساد الاسرائيلي عنده بعض المعلومات من المصادر ومن الدول الاجنبية اللي كانت متحلفة مع ساعتها انه لا فيه تحركات وفيه شيء وفيه احتمالية ان مصر تقوم بعمل عسكري يمكن مش بالضخمة دي مش بالجاهزية دي مش بالقوة دي مش بالحجم ده بس فيه حاجة هتحصل المساد كان عنده المعلومة دي والاحساس ده كمان كان موجود عند جول دمائير رئيسة الحكومة الاسرائيلية وقتها بشكل قوي خلال الايام الاولى من شهر اكتوبر يوم 2 و 3 و 4 و 5 كان عنده هذا الاحساس درجة انه فيه مذكراتها وفيه يومياتها جول دمائير بتقول انا يوم 3 و 4 و 5 اكتوبر تقريبا ما كنتش بنام كنت بنام حوالي ساعتين في اليوم وبقيت الليل كله كنت فيه حالة قلق وكنت حاسن فيه حاجة هتحصل وبعمل اتصالات طول الوقت مع الاجهزة والقيادات اللي معاي مين بقى كالترخيره اللي كان مقتنع انه ما كانش فيه حرب وما كانش فيه داعي للاستعداده وكذا مش ديان وزير الدفاع الاسرائيلي اللي هو جه وزير حرب في 67 عشان يعمل الهجوم العسكري الاسرائيلي على جند الحماسة ويقلل الروح المعنوية للجند الاسرائيلي فبالتالي كل الكلام ده هو مش مقتنع بيه وفي الاجتماع بتاع يوم 5 اكتوبر اجتماع الحكومة الاسرائيلية جلده مقير قالت انه انا بقى افكر في استدعاء الاحتياط والجاهزية لان انا عندي معلومات وعندي حسيس انه هيحصل حاجة واكد كلامها رئيس الموساد اللي هو جهاز الاستخبارات الاسرائيلي وقتها ومشيط ديان كان نرافض طول الوقت لحد ما المعلومة جت لاسرائيل يوم 5 اكتوبر بالليل يوم 5 اكتوبر بالليل اللي هو ليلة 6 اكتوبر اللي هي الجمعة بالليل لانتو فاكرين 6 اكتوبر كان يوم سبت في رمضان المعلومة جت لهم مش مهم بقى جت لهم من مين دلوقتي المهم جت لهم بالليل ان بكرة مصر حتشن عمل عسكري جت لهم وصدقوها وابتدوا التحركات وابتدوا التجهيز يمكن الساعة 12 بالليل يوم 5 اكتوبر والمعلومة كمان وصلت للرئيس السادات بالليل ان اسرائيل عرفت ان مصر بكرة حتشن الحرب بس هي وصلت لاسرائيل ان مصر حتشن الحرب الساعة 4 عصرا مش ساعة 2 ساعة 4 عصرا ورئيس السادات الساعة 11-12 بالليل يوم الجمعة اللي هو ليلة العبور جات له المعلومة ان اسرائيل وصلت لها المعلومة وكان رده انه خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان مش حيلحقوا يعملوا حاجة احنا زي ما احنا وعلى بركة الله والساعة اثنين الظهر كان قرار الضربة الجوية وبداية العبور وبداية الحرب وبداية النصر واللي حصل فعلا ان كل الخداع الاستراتيجي اللي انا حكيت لكم عليه انا حكيت لكم عن جزء منه انا طبعا لو عندي وقت كنا حكينا وقولنا حاجات كتير اوي 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 في الخطة المحكمة الذكية العبقرية لو وضعها السادات ووضعها المشير رحمة اسماعيل او طبعا ومنها الحالات العمرة وصوت الزباط اللي بياخدين اجازة والمسابقات الرياضية والاجاني اللي كان بتتعمل عجابها وكأن الناس في نزهة مش بيستعندوا الحرب حيش شغل كان عالي المستوى عالي المستوى ده بتأكيد الرئيس السادات وباعتراف الاسرائيليين خطة خداع استراتيجي دي كانت تمثل اكتر من 40 الى 50% من بداية النصر للمصريين وبداية الهزيمة للاسرائيليين ثم الباقي بقى كان المواجهة المباشرة وفي المواجهة المباشرة لازم الجندي المصري ينتصر اولا لانه قدره كده وجاهزيته كده وايمانه كده وكفأته كده وعقدته وعد ربنا سبحانه وتعالى كده خير اجناد الارض فبالتالي اي مواجهة مباشرة كنا لازم ننتصر عشان كده في المواجهة البشرية المباشرة انتصرنا في مزرعة المزرعة الصينية اكبر حرب ومواجهة الدمبات انتصرنا لما حبوا يستغلوا فكرة الثغرة اللي كانوا بيتوهموها دي والسويس شعب السويس عمل معاهم احلى ملحمة بين الجيش والفدائيين والقوى الشعبية الحقيقة كل المواجهات كانت في صالح المصريين الى ان تم اعلان وقف اطلاق النار وقبول وقف اطلاق النار من الطرفين بعد ما امريكا دخلت الحرب ودي كانت لقطة اخرى من لقطات السادات الذكية طول ما كانت الحرب بين مصر واسرائيل احنا تمام طول حتى ما كانت الحرب بين مصر واسرائيل وشوية دعم من امريكا احنا تمام اول ما السادات شاف ان الحرب ما بقيت بين مصر واسرائيل وامريكا مش دعمة بقى من امريكا امريكا دخلت الحرب ما اتبعت اسلحة لسه ما تجربتش في امريكا خلال عمل مصنع بالسليفان على اسرائيل هنا حس ان القصة اختلفت وموازين القوة هتختلف وربما نخسر ما كسبناه وربما ما يبقاش قوة الدفع بنفس الزخم لان القوة الاكبر في العالم قررت انها تخش الحرب الى جوار اسرائيل ضد مصر هنا السادات قال احنا خدنا اللي احنا عاوزين هو زيادة انا موافق على اطلاق النار وانا هعرف اجيب الباقي ازاي وجاب الباقي بالسلام ثم اخر كيلو بالتحكيم وهو طابة انتهى الدرس يا اسرائيل